قالت جماعة طالبان يوم الأربعاء إنها لا تطمح إلى احتكار السلطة في الحكومة المستقبلية لأفغانستان وإنما تسعى لتحقيق التعايش بين المؤسسات الأفغانية على حد تعبيرها جاء ذلك في بيان لسهيل شاهين أحد المتحدثين باسم طالبان وصفته وكالة أسيوشيتة بريس بأنه الأكثر تصالحا في تاريخ الجماعة وأشار شاهين إلى بدء جولة ثانية من المفاوضات بين جماعة طالبان والولايات المتحدة في 25 من شهر شباط فبراير المقبل